موسيقى في حديث أقرأ ثلاثة أحادي بسرعة قبل النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين تقبير تجي للبيض طفلك موجود أخذ وقبل تدرون هذه القبلش قد مؤثرة في نفس الطفل الإمام يقول أكثروا من تقبيل أطفالكم فإن لكم بكل قبلة درجة قبلة درجة مجان وتعلمون هذا جد مؤثر في نفس الآخر إحنا الحياة تحطم أعصابنا تسحقنا إذا الأعصاب كانت مليون كيلو الإنسان على أثر ضغط الحياة أعصاب تصير كيلو واحد أو تنعد هذه الأشياء حتى في نفس الأب مؤثر هو يرتاح الإنسان الذي يعطف على الآخرين أول من يرتاح هو فإن لكم بكل قبلة درجة فقال الأقرع فقال الأقرع بن حابس إن لي عشرة أولاد ما قبلت واحدا منهم كأنه هذا مخالف الرجول فقال صلى الله عليه وآله ما علي إن نزع الله الرحمة منك هذه رواية كان صلى الله عليه وآله جالسا فأقبل الحسن والحسين صلوات الله عليه فلما رآهما النبي قام لهما بعض العلماء يقولون أولا هذا بيان لمكانة الحسن والحسين أولا صلوات الله عليه ثانيا هذا تعليم لنا إحنا الأباء الأجداد قام لهما واستبطأ بلوغهما إليه ليش اتأخرته يعني واحد يتعامل مع طفله مثل ما يتعامل ويا حبيبه هالشكل ويا صديقه واستبطأ بلوغهما إليه ليش اتأخرته فاستقبلهما وحملهما على كتفيح واحد على هذه الكتف واحد على هذه الكتف وقال نعم الراكبان أنتما هذه رواية ثانية الرواية الثالثة حول الإمام الحسين صلوات الله عليه كان صلى الله عليه وآله يصلي في فئة والحسين صغير بالقرب منه فكان إذا سجد جاء فركب ظهره الإمام الحسين صلوات الله عليه وهو الطفل الصغير حسب الظاهر كان يأتي ويركب ظهر النبي صلى الله عليه وآله ثم حرك رجليه فإذا أراد أن يرفع رأسه أخذه فوضعه إلى جانبه برفق بلين فإذا سجد النبي صلى الله عليه وآله عاد إلى ظهره فلم يزل يفعل ذلك حتى فرغ من صلاته إحنا إذا يصير لنا هذا الشيء ماذا نفعل؟ ننهر الطفل ندفع الطفل فقال يهودي يهودي كان واقف إنكم لتفعلون بالصبيان شيئا ما نفعله نحن هذا الشيء عجيب قال صلى الله عليه وآله أما لو كنتم تؤمنون بالله ورسوله لرحمتم الصبيان قال اليهودي فإني أؤمن بالله ورسوله هذا الخلق هذا الخلق الذي رآه من رسول الله صلى الله عليه وآله جعله يؤمن موسيقى 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 موسيقى